سيد ساركس ميزار وهو محل الأسواق العالمية في مجموعة equity group من عمان أهلا وسهلا بك ساركس ويعني دعم نبدأ بما انتهت فيه الزميلة مي قبل قليل فيما يتعلق أيضا بأسعار النفط يعني التي تتراجع تراجعات طفيفة متزامنة هذه المرة مع تراجع المخزونات يعني وهذا شيء لا يستقيم لكن يبدو أن التوترات الجيوسياسية أيضا من جهة أخرى تضغط على أسعار النفط نتحدث عن الأسعار المستقبلية للنفط حتى في ظل الغيابة يعني التوترات الجيوسياسية كانت هناك بعض الإشارات بوصول البرميل إلى 100 دولار نهركم سعيد بالفعل نشهد حركة متذبذبة خلال تدوية هذا اليوم في أسعار النفط وأتقد العديد من المتابعين لأسواق الطاقة بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس التي أظهرت انخفاض مقداره 4 ملايين و800 ألف برميل في المخزون الأمريكي ليصل إلى حوالي 410 مليون برميل وهذا ما دون متوسط خمس سنوات بمقدار 11% لكن حاليا المتداولون في الأسواق المالية يرقبون بعض الهدوء في التوترات السياسية في شرق أوروبا إلى جانب المفاوضات الأمريكية مع إيران في محاولات لإعادة إحياء الاتفاق النووي إن إعادة إحياء الاتفاق النووي قد يوفر للأسواق دفعة مبدئية من المعروض في الأسواق لأن إيران ربما ستحتفظ أو تحتفظ بحوالي 80 إلى 90 مليون برميل في المخزون وتنتج حاليا حوالي 2.5 مليون برميل وهي الاستهلاك داخلي لكن هي قادرة وبسرعة وخلال عدة أسابيع لرفع الإنتاج إلى حوالي 3.5 مليون برميل وهذا يعني تقديم الأسواق أكثر قليلا من مليون برميل يوميا وهذا ما سبب حالة الهدوء في تحركات أسعار النقطة الصاعدة والتي كانت سببها الرئيسي خلال الفترة الأخيرة التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا لكن إذا نظرنا إلى حقيقة المعروض في الأسواق إذا نظرنا إلى التوترات نعم برأيك إذا ما سمعنا بما يتعلق بالمفاوضات على الاتفاق النووي الإيراني عدم التوصل لأي نتيجة مع استمرار وجود الخلافات في وجهات النظر هل سنعود ونشهد استمرار الصعود بالنسبة لأسعار النفط بما أن الأساسيات تدعم مستويات 95 وربما 100 دولار بالفعل كما تفضلت الأساسيات تدعم وبقوة احتمالات ارتفاع فهناك متوقعات باستمرار الارتفاع على الأقل خلال الأشهر المقبلة لمستويات نحو 100 دولار للبرميل الواحد نلاحظ بأن الانخفاضات في المخزون إلى جانب استمرار تعثر سلاسل الإمداد هذا موضوع مهم جدا إلى جانب المخاوف أيضا من ارتفاع أسعار أدوات الطاقة الأخرى مثل الفحم ومثل الغاز التي تنقل المجتهلكين إلى النفط وآخذين أيضا بعين الاعتبار الظروف الجوية الاستثنائية التي تعاني منها العديد من الدول في العالم من ضمنها شمال الوليات المتحدة الأمريكية كل هذا يرجح أن نشهد ارتفاع في أسعار النفط على المدى المتوسط والطويل حتى في حال شهدنا أي تطورات في قضايا العلاقات الأمريكية الإيرانية مع الاتفاق وكذلك التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا جيد تركيس يعني دعنا ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالتضخم وأنت تعلم أننا ننتظر اليوم بيانات الضخم الأمريكية التي تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين يعني رغم أن الأسواق على علم بمضي الفدرالي الأمريكي قدما في رفع معدلات الفائدة لماذا الاهتمام بهذه البيانات؟ بالفعل من شبه المؤكد أن يبدأ الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة وتحديدا في شهر مارس المقبل رفع الفائدة بحسب تحركات أدوات الدين وأيضا التوقعات المستقبلية لعوائد السندات كلها تشير لاحتمالية رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال شهر مارس ومايو وأيضا يوليو كل هذا يظهر لنا بأن التوقعات تظهر خلال الأشهر السبعة الأولى بأننا سنشهد ثلاث مرات رفع بالفائدة لكن بيانات التضخم هذا اليوم قد تحدد هل سيقوم الفدرالي برفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس أم بـ 50 نقطة أساس بل إن المتداولين سيبدأون بمراقبة متى سيرفع الفدرالي الفائدة بـ 50 نقطة أساس رغم أن هناك مخاطر اقتصادية لمفاجأة الأسواق مفاجأة الاقتصاد برفع فائدة لـ 50 نقطة أساس لكن إذا بقي التضخم يرتفع بوتيرة كبيرة حتى وصل في آخر القراءات لشهر ديسمبر إلى 7% على مدى سنوي والتوقعات ارتفاع إلى 7.2% إلى 7.3% وهذه المستويات مقلقة لو ظهر بأن التضخم بالفعل يرتفع بأكثر من 7.2% فقد يدعم ذلك زيادة بأسعار الفائدة أما في مارس أو مايو بمقدار 50 نقطة أساس وهذا الذي يجعل بيانات هذا اليوم كبيانات مؤشر أسعار المستهلكين ذات أهمية كبيرة جدا للأسواق المالية وقد أيضا تؤثر على الدولار الأمريكي وأغلب العملات أو أزواج العملات المرتبطة بالدولار فمن هنا باعتقادي هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل بيانات اليوم ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمتداولين والمتابعين للاقتصاد لأنها ستحدد مقدار الرفع بالفائدة وليس فقط عدد مرات رفع الفائدة ساركس نزار وأنت محل الأسواق العالمية في إيكويت جروب شكرا جزيلا لك كنت معنا من الحاضر الأردنية عمان اشتركوا في القناة